اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاصول السبتة الغير ملموسة شهرة المحال براءة الاختراع والعلامات التجارية يبني عندي اصول سبتة ملموسة واصول سبتة غير ملموسة بالنسبة لجرد الاصول السبتة طبعا بيكون على الاصول السبتة الملموسة وبنقول ان الاصول كلها تستهلك ما عدا الاراضي الاراضي لا تستهلك عشان كده بيتم استبعاتها لو عندي انا بزء منها في العقار طيب خدنا بعد كده جرد الاصول المتدولة والاصول المتدولة عبارة عن الخزينة البنك اوراق القبض الاوراق المالية البضاعة والعملاء وطبعا احنا قلنا ان الاصول المتدولة بتكون الفترة بتاعتها فترة زمنية قصيرة وتقتنى بغرض اعادة البيع وليس بغرض الاستخدام وخدنا جرد الاصول كل اصل في الاصول الستة الاصول المتدولة النهاردة ان شاء الله تكملة للحلقات اللي فاتت هناخد جرد المصروفات والايرادات طبعا احنا اتعرفنا على قائمة الدخل في سنة اولى وقلنا ان قائمة الدخل عبارة عن قانون صاف المبيعات صاف المشتريات تكلفة المبيعات صاف المبيعات اللي هي المبيعات ناقص مردودات ومسموحات المبيعات والخصم المسموح به في صاف المشتريات قلنا عبارة عن المشتريات زائد المصروفات الخاصة بيها ناقص مرضوداتها ومسموحاتها والخصم المكتسب اللي هو تكلفة المبيعات عبارة عن مخزون اول المدة زائد اللي طلع من صافي المشتريات ناقص مخزون اخر المدة بعد كده بعمل قائمة الدخل او الجدول بتاعي عبارة عن صافي المبيعات ناقص تكلفة المبيعات يديني ايما مجمل الربح ايما مجمل الخسارة يخصم منه المصرفات ويضاف اليه الارادات يخصم منه المصرفات عشان كده احنا بيتكلم عنها النهاردة يبقى احنا النهاردة هنتكلم على بنود قائمة الدخل وهل قائمة الدخل بتأثر برضه على قائمة المركز المالي طبعا احنا عندنا قائمة المركز المالي من الحلقات اللي فاتت احنا اخذنا اصول صبتة اصول متدولة نهاردة ان شاء الله هناخد ارصدة مدينة اخرى من هي الارصدة المدينة الاخرى اللي هي اي مصرفات مقدمة واي ايرادات مستحقة عكسها في الارصدة الدائنة الاخرى. اللي هي احنا طبعا تكملت لقائمة المركز المالي. احنا قلنا اصول سبتة. اصول متدولة. ارصدة مدينة اخرى. حقوق الملكية. الخصوم. وارصدة دائنة اخرى. من هي الارصدة المدينة الاخرى? اللي اي مصرفات مستحقة. مقدمة. واي ارادات لسه عليها مستحقة. لسه ليها مستحقة. طيب. عكسها في مين? عكسها في مين? في الارصدة الدائنة الاخرى. اللي هي أي مصرفات مستحقة وأي إرادات مقدمة طيب يبقى إذن تأثير إحنا قلنا قبل كده أن الجرد بيأثر على حاقتين قائمة الدخل وقائمة المركز المال شفنا الكلام دو في الأصول السابقة وشفنا الكلام دو في الأصول إيه المتدولة وهنشوف الكلام طبعا نظر النهاردة كمان في جرد المصرفات والإرادات أو الإيه الحسابات الوهمية أو الإيه اللي بنسميها الإسمية الوهمية تعالوا نشوف كده مع بعض إيه هي الحسابات الوهمية اللي تتضمن الحسابات الإسمية أو الوهمية كل المين المصرفات وهي التي تتحملها المنشأة في سبيل إدارة إيه المنشأة وتحقيق أهدافها وتكون أرصداتها دايما مدينة إحنا دايما نقول إيه اللي ما كنا بنعمل كده اليومية في سنة أولى كنا بقول إيه دايما المصرفات في حالة إيه سدادها بتعتبر مدينة يبقى هي أصلا نوع مدينة يبقى إذن أول نوع في الحسابات الوهمية أو الحسابات الإسمية المصرفات من هي المصرفات؟ هي التي تتحملها المنشأة ليه؟ اللي فيه سبيل إدارة المنشأة وتحقيق أهدافها وبتكون الأرصدات بتاعتها مدينة تاني حاجة الإيرادات والأرباح من هي الإيرادات والأرباح؟ اللي هي الإيرادات والأرباح والأرباح التي تحصل عليها المنشأة ها إيه؟ دا إيه؟ طبعا تحصل عليها من مين؟ اللي من مزاولة النشاط يبقى إذن الحسابات الوهمية أو الحسابات الإسمية أو المصرفات والإيرادات دي بتنقسم إلى المصرفات ودي اللي بتتحملها المنشأة فيه سبيل إدارة المنشأة وفيه كمان تحقيق أهدافها أما الإيرادات والأرباح اللي بتحصل عليها المنشأة من مزاولة نشاط بيع وإيه؟ عملية البيع بتحقق إرادة بيع وشراء الاستثمارات اللي هي الأوراق المالية بتحقق ليا إيه؟ إرادة يبقى إذن أنا أرباح يبقى إذن الإيرادات والأرباح الفلوس اللي بتحصل عليها مين؟ المنشأة طيب أنا تعالي عندنا فيه مجموعة مصطلحات تركز فيها قويس خالص اللي هي إيه؟ أول مصطلح المصروفات المدفوعة مقدما اللي يقصد بها صرف مبالغ أكبر من المصروفات الفعلية التي تخص الفترة المالية إحنا متفقين إن الفترة المالية سنة فلو أنا زو السنة دي قم شهر؟ قال لي 12 شهر لو أنا زودت شهر من السنة الجديدة يبقى إذن أنا دفع شهر مقدم وده ساعة كتير بنشوفه في الإيجار حتى في حياتنا اليومية العادية ساعة يقول لك إيه؟ أنا دافع إيجار سنة مقدم إيه المقصود بالسنة المقدم دي؟ إن أنا دافع السنة دي اللي أنا بتفحها العادي وكمان دافع السنة دي إيه؟ زيادة أو دافع السنة دي وشهرين زيادة أو دافع السنة دي وثلاث شهور زيادة يبقى اذا الزيادة عن ال 12 شهر ده مؤد. يبقى المقصود بالمصرفات المقدمة هي المصرفات الايه؟ او المبالغ الايه؟ التي صرفة. او التي صرفت بمبالغ اكبر من مين؟ من المصرفات الفعلية. يبقى اول ما نشوف كده يقصد بها صرف مبالغ اكبر من المصرفات الفعلية اللي بتخصف يبقى ده المصرفات المقدمة. عكسها مين المصرفات المستحقة المصرفات المستحقة يقصد بها صرف مبالغ ايه اقل من المصرفات الفعلية التي تخص الفترة المالية لسا ايلي احنا متفقين ان الفترة المالية سنة لو انا دفعت 9 شهور بس يبقى لسه فاضل علي 3 شهور تاني يبقى كده مستحق لو انا دفعت 10 شهور يبقى لسه فاضل شهرين مستحق يبقى اذا لما بصرف مبالغ اقل من اللي المفروض أصرفها الفعلية يتعتبر مصرفات مستحق يبقى إذن المصرفات المقدمة عكسها لمصرفات المستحق المصرفات المقدمة صرف مبالغ أكبر من الفعلية أما المصرفات المستحقة صرف مبالغ أقل من مين من الفعلية تعالوا نشوف المصطلح ده كمان الإيرادات المقدمة نحن عارفين أننا عندي الحسابات الوهمية أو الإسمية عبارة عن مصرفات وإرادات من هي المصرفات قال للمبالغ التي تتكبدها المنشأة أو بتدفعها المنشأة ليه بقى قال لعشان خاطر تزاول النشاط تدفع الإيجار عشان تقدر تستخدم المحل تدفع الأجور والمرتبات عشان الناس تشتغل تدفع النور والميا عشان تقدر تشغل الألات وتقدر تشغل الأماكن والأجهزة يبقى إذن إيه بتدفع المصرفات دي عشان تزاول النشاط وتحقق الإهداف بتاعتها طيب بالنسبة للإرادات الإرادات العكس اللي بتحصل عليها المنشأ طيب لما قولك أنا دفعت مؤدم دفعت مؤدم يبقى دي مصرفات مقدمة إيه المقصود بالمصرفات المقدمة اللي يدفع مبالغ أكبر من المبالغ الفعلية طيب عكسها المصرفات المستحقة لسه عليها مستحقة لسه فلوس عليها ما دفعتهاش يبقى مقدم أكبر من الفعلية مستحق يبقى أقل من مين من الفعلية نفس الكلام بالإرادات بس العكس بين المصرفات والإرادات أن دي عملية صرف وده عملية تحصيل. يعني أنا لما بدفع يبقى دي مصرفات. لكن لما بحصل يبقى دي إرادات. يبقى في الحالة كده. أما قول إرادات هي المبالغ التي يحصل عليها أه؟ المنشأة. أكبر من مين من المبالغ المفروض الفعلية اللي يحصل علي. تعتبر بالنسبة لي مصرفات اه؟ يا أسفق. إرادات اه؟ مقدمة. عكسها الإرادات المستحقة. إرادات مستحقة على أنه لي فيه لس بره ما خدتهاش لس لسه ليه مستحق فتعتبر ايه الارادات المقدمة الايه الارادات المستحقة تعتبر ايه تحصيل مبالغ اقل من الفعلي تحصيل مبالغ اقل من مين فعلي انا ليه عشرين الف بره حصلت اتناشر بس لا انا لسه ليه ثمانية بره يبقى ده المستحق لكن لو انا ليه اتناشر وحصلت خمستاشر لا ده انا واخد ثلاث تلاف زيادة مؤدى يبه إذا المقدم مبالغ أكبر حصلت أو تم تحصيل مبالغ أكبر لكن بالنسبة للمستحق لا تحصل مبالغ أقال يبه تاني نقارن بين المقدم والمستحق بالنسبة لمصرفات والإرادات المصرفات إحنا قلنا المبالغ التي تصرف تم صرفها يبه المبالج التي صرفت بقيمة أكبر من قيمتها الفعلية يبه ده مؤد لكن صرفت بأقل من قيمتها الفعلية يبقى ده مستحق لسه فلوس علي مستحق عكسها مين عكسها في الإرادات الإرادات المقدمة تحصيل مبالغ أكبر من مين من الفعلية أما المستحقة تحصيل مبالغ أقل بصوا معايا في الشاشة كده عشان نتعرف على تعريف الإرادات المقدمة قال للإرادات المقدمة يقصد بها تحصيل مبالغ أكبر من الإرادات الفعلية اللي بتخص الفترة المالية أما الإرادات المستحقة اللي هي التي ايه يقصد بها تحصيل مبالغ اقل من الايرادات الفعلية التي تخص الفترة المالية المعالجة المحاسبية للمصرفات والايرادات ودي مهم خالص مش عايز اقول مدى اهميتها لان هي ملهاش قوانين محددة زي جرد الاصول المتدولة ولا الاصول السبتة هنقولنا الاصول السبتة قصة سابت يئم اضرب الاصل في المعدة العالمية يئم اجيب الاصل ايه على عدد السنين او العمر الانتاج نفس الكلام في جرد الاصول المتدولة هتلاقي ان كل مخصص ليه قانون او ليه مجموعة قوانين حتى لو قانونين برضو سبتين الحالات بتاعتها لكن في المصرفات والايرادات بتختلف المعالجة المحاسبية شوية في ايه حضرتك بتختلف ان انا بجيب خطوتين والخطوتين دول متتليتين يعني ورا بعض الاول بجيب اللي بيخص السنة يعني بجيب اللي يخص الفترة المحاسبية بعد كده بجيب المقدم او المستحق يبقى اذا انا بجيب اللي يخص الفترة بعد كده المقدم او المستحق طب بصتوا انا بجيب اللي بيخص السنة ايه ازاي بصتوا كده ما يخص السنة ركزوا في التكات اللي هقولها دي لو هو جايب لي في السؤال السنوي يبقى نزلي المبلغ زي ما هو يبقى لو جايب السنوي نزلي المبلغ زي ما هو لكن لو جايب لي الشهري اه انا عايزة السنة طب السنة كم شهر اتناشر اللي اضراب الشهري في اتناشر يبقى لو جايب لي السنة وينزل السنة وزي ما هو لو جايب لي الشهري طب ليه حضرتك السنة وينزل زي ما هو ما انا عايز اللي يخص السنة وهو بيقول لي ان الايجار السنوي خمس تلاف خلاص يبقى ده اللي يخص السنة الاعلان السنوي عشر تلاف يبقى ده اللي بيخص السنة الاجور والمرتبات السنوية 20 ألف يبقى ده اللي بيخص السنة يبقى طول ما قال لي سنوية وأنا عايزة كده كده السنوي فهنزل المبلغ زي ما هو لكن لو جايب لطل الشهري قال لي لأ الشهري إن السنة فيها 12 شهر اضراب الشهري في كام في 12 طب لو جايب للمستحق المفروض للسلية قال لي جمعين طب لو جايب للمقدم اللي هو موجود إنه مقدم مقدم قال لي طرحيه لو جايب لعدد شهور يعني مثلا المبلغ ده يخص 10 شهور أروح أجايب المبلغ وأقسم على 10 شهور يبقى لو جايب لي عدد شهور نقسم ثم نضرب في كام في 12 ليه حضرتك ما لما احنا نقسم على نقسم هنا عدد شهور المنقسم هنجيب الشهري يبقى أرجعني للخطوة دي الشهري بنضرب في كام في 12 يبقى الأول أنا بقسم على عدد الشهور عشان أجيب الشهري وبعد كده بضرب في 12 فيه سيدة مدرسين طبعا لأخو الأفاضر بيضرب بيعملوها على خطوتين الأول بيقسم على العدد الشهور وبعد كي يعمل لكم في خطوة تانية يضرب لكم في كام المبلغ في 12 ممكن نعملها في خطوة واحدة إن أنا بجيب المبلغ وأسمه على عدد الشهور اللي موجودة عندي في التمرين وأضربها في 12 على طول يطلع لما يخص السنة طب لو جايب لي عدد سنين قال لي عدد سنين بنقسم ثم نضرب في عدد الشهور على 12 إيه الحالة دي؟ لو قال لي مثلا الإعلان يخص سنتين ابتداء من 1 سبعة يخص سنتين سنتين ابتداء من 1 سبعة يخص سنتين يبقى نهأسم جايب لعدد سنين كده أروح جايب الإعلان وأسمه على سنتين على 2 يعني بعد كده اللي يطلع أضربه في المدة على 12 عشان أجيب ما يخص السنة طبعا لو قال لي 1 سبعة يبقى 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 يبقى اللي يخص الفترة المحاسبية 6 شهور تعال نشوف الدول تاني يبقى لما يخص السنة ما يخص السنة أنا عندي السنوي أروح منزلين المبلغ زي ما هو لو جب للشهري أضربه في 12 لو جب للمستحق قال لي لا المستحق يخذ المبلغ اللي موجود في الأرصدة زائد المستحق يديك اللي يخص السنة لو جب للمقدم يبقى في الحالة دي هجيب اللي موجود في الأرصدة ناقص المقدم اللي موجود عندي في السؤال أو عند الجرد واطرحه. لو جايب لي عدد شهور. في الحالة دي هجيب المبلغ وقسم على عدد الشهور ثم اضرب في 12 عشان اجيب ما يخص السنة. لو جايب لي عدد سنين بنقسم على ايه بنقسم الاول على عدد السنين ثم نضرب في عدد الشهور على كام على 12 في حالة لما يجيب لي مدة بعد السنين. يعني زي ما قلت لكم في المثال اللي قلته حلا. الاعلان يخص سنتين ابتداء من 1-7. سنتين يبقى انا عندي سنتين كده. ابتداء من 1-7 يبقى هبدأ في الحالة دي من 1 كام. 7 لغاية اخر السنة يبقى 6 شهور. يبقى انا كده اسمت على عدد السنين ثم ضربت في المدة على 12 عشان اجيب ما يخص الفترة المحاسبة. دول كل حالات اللي بيخص السنة. خطوة تانية انا بجيب مين؟ المستحق او المقد. طبعا بجيب الموجود في الارصدة سواء بالنسبة للمصروف او ناقص اللي بيخص ايه؟ السنة. يعني انا بطرح اللي موجود في الارصدة ناقص اللي ايه؟ اللي بيخص السنة. لو طلعت الاشارة موجب يبقى ده مؤد. لو طلعت الاشارة سالة بيبقى ايه؟ مستحق. تاني. لو طلعت الاشارة بالموجب يعني لما طرحت اللي موجود في الارصدة ناقص اللي بيخص السنة. وطلعت الاشارة موجب يعني مثلا ايه؟ اللي موجود في الأرصد عشرين واللي بيخص السنة خمستاشر عشرين ناقص الخمستاشر هيطلع لي خمس تلاف والخمس تلاف دي موجب أي نعم الموجب مش بتبقى مكتوبة في الآلة بس لما يكونش كاتب السالب يبدي موجب يبقى لو الإشارة موجب يبدي مقدة لكن لو طلعت الإشارة السالب يبقى دي علي فلوس مستحق أو لي فلوس مستحق يبقى احنا كده جبنا الخطوتين بتوعنا من هم الخطوتين ما يخص السنة والمقدم أو المستحق ما يخص السنة احنا قلنا عندنا لو جاب لي السنة وهنزل وزي ما هو لو جاب لي الشهر هضربه في 12 لو جاب لي المستحق هجمعه لو جاب لي المقدم هطرحه لو جاب لي عدد سنين هقسم ثم اضرب في المدة على 12 لو جايب لي عدد شهور هقسم على عدد الشهور ثم اضرب في 12 طيب بص السؤال ده بيقول لي ايه إليك بعض الأرصدة المستخرجة من دفاتر محمد عيسى وجايب للإيجار 11 ألف الإعلان 25 ألف تأمين الحريق 38 ألف إيراد العقار 75 ألف إيراد الأوراق المالية 7500 يبني عندي الإيجار إيه نوع؟ قال لمصرفات الإعلان مصرفات تأمين الحريق مصرفات إيراد العقار إيرادات وإيراد الأوراق المالية إيرادات يبني عندي ثلاث مصرفات في تمريني وإيه واثنين من مين من الإيرادات إيه اللي حصل بقى؟ قال لي عندي الجر جايب للإيجار الشهري الشهري الحالة بتاعت الشهري نعمل فيها إيه؟ تمام بربع عليكم أجيب ما يخص السنة أو الإيجار السنة يا بص أنا غيرت هنا الشهري لا أنا عايزة مين؟ عايزة السنة أجيب الشهري اللي هو الألف واضربه في كه في اتناشر ليه في اتناشر؟ عشان سنة حضرتك اتناشر شهر بعد كده هيطلع لي المبلغ اتناشر ألف الخطوة التانية أجيب الإيجار في الأرصدة لو بصنا الإيجار عندي هنا كان الإيجار عندي احداشر أهو وأنا طلعته كان اتناشر يبقى اللي موجود في الأرصدة احداشر ناقص الإيه؟ الإيجار السنة واللي هو اتناشر ألف هتطلع للإشارة إيه؟ حضاشر ناقص اتناشر هتطلع للإشارة سالب سالب يبقى مقدم ولا مستحق؟ لا سالب يبقى مستحق على طول تاني لو جبت اللي في الأرصدة ناقص السنوي لو طلعت الإشارة بالسالب يبقى ده إيجار مستحق إيجار ماله مستحق طيب نرجع للسؤال الخطوة التانية بتاعته الايه؟ تأمين الحريق السنوي جايب لـ 40 ألف طيب احنا لو رجعنا للسؤال تأمين الحريق كام؟ قال لـ 38 هو جايب للسنوي الله عليه طلعا هو جايب للسنوي اهو ده السنوي السنوي بينزل زي؟ ما هو احنا قلنا ومتفقين ان تأمين الحريق هو جايب لنفس اللي أنا هجيبه تأمين الحريق السنوي قال لـ 40 جاهزة اهو تنزل زي؟ ما هي؟ 40 ألف الخطوة التانية عامل ايه؟ قال لأجيب الأرصدة الأرصدة كام عندي؟ قال لأرصدة 38 الأرصدة 38 وأنا عنده 40 ألف يبقى أضيب الأرصدة 38 ألف ناقص الإيجار السنوي 40 ألف الإشارة هتطلع ايه هنا؟ قال لـ 38 ألف لما اترحب الآلة ناقص الأربعين ألف هتطلع لي سالب ألفين سالب ألفين يبدأ مستحق سالب يمو مستحق لكن لو طلعت مجب يبقى دي مقد يبقى هنا تعالوا بصوا معي هنا نبص للخطوة رقم 3 بيقول ليه في خطوة رقم 3 الأعلان آه جايب ليه؟ قال لي جايب لي المقدم الأعلان المقدم وإحنا عارفينه المقدم ماله قال للمقدم يطرح على طول طيب أنا عندي الأعلان كام أهو الأعلان السنوي بيساوي خمسة وعشر ألف جبتيني منين حضرتك لخمسة وعشر أحنا عندنا الإعلان خمسة وعشر ألف هاو وإنت جايب إن الإعلان المقدم أربع تلاف يبقى أقول له خمسة وعشر ألف ناقص الأربع تلاف هيطلع لي واحد وعشرين ألف وبعد كده إنا جايب لي المقدم جاهز فينزل في الخطوة التانية زي ما هو طيب يبقى تاني الإعلان السنوي رح تقول له خمسة وعشر ألف اللي موجودة في الأرص ناقص المقدم اللي هو الأربع تلاف هيطلع لي واحد وعشر ألف هنا جايب لي المقدم جاهز يعني بيقول لي الإعلان المقدم جاهز خلاص يبقى الإعلان المقدم جاهز ينزل المبلغ زي ما هو أربع تلاف طيب الخطوة اللي بعد كده بيقول لي إيه إيراد العقار السنوي سبعين ألف إيه دي سنوي السنوي السنوي بينزل إيه زي ما هو رح أقول له كده إيراد العقار السنوي سبعين ألف السؤال أبص في السؤال طيب إيراد العقار عندك كام في السؤال قال لي لا خمسة وسبعين بس يبقى أنا عندي خمسة وسبعين ألف طيب خمسة وسبعين ألف وإنت قلت السنوي كام قالت السنوي سبعين ناقص السبعين السنوي بص الإشارة موجب خمس تلاف والموجب يبقى ايه هنا مقدم يبقى لو طلع سالب هيبقى مستحق ولو طلع موجب هيبقى مقدم طيب نيجي فينا بيقول لي ايه ايراد الاوراق المالية المستحقة بصوا هنا جايب لي مين المستحق وحنا عارفين ان المستحق ايه يتجمع يبقى تاني لو جاب لي السنة وهنزل المبلغ ما هو واطرح الارصد النقص اللي بيخص السنة واجيب عندي اللي هو المقدم او المستحق لو جايب لي الشهر اضرب الشهر في كان برافو عليكم في 12 لو جايب لي المقدم يطرح لو جايب لي المستحق المستحق يجمع لو جايب لي عدد سنين اللي اسمي على عدد السنين ولو جايب لي مع عدد السنين في السؤال عدد شهور اضرب في المدة على 12 عشان اجيب السنة طيب لو جايب لي عدد شهور اللي اسمي على عدد الشهور واضرابي بعد كده في كام في 12 هنا جايب لي ايراد الاوراق المالية المستحقة 2500 فهوله ايراد الاوراق المالية بيسوي ايه السبع تلاف وخمسمية اللي موجودة في السؤال زائد الالفين وخمسمية هيطلع لي عندي خمس تلاف يبا احنا عارفين ان المقدم يطرح والمستحق يجمع يبا انا جمعت هنا ايراد الاوراق المستحقة 2500 تنزل زي ما هو يبا انا عندي هنا ايراد الاوراق المالية 7500 ايراد الاوراق المالية المستحقة طبعا المفروض هنا 10,000 غلطة في الكتابة دي سنة تانية المفروض 7500 زائد الالفين وخمسمية طلع لي 10,000 ايراد الاوراق المالية المستحقة طبعا المستحقة هتنزل زي ما هي 2000 وكام 2500 طيب تعالوا نشوف تاني من الاول احنا قلنا عندنا هنا الايجار الشهري الايجار الشهري عملتي انا قال الايجار الشهري ضربتيه في 12 رح تقولتي 1000 في 12 بـ 12,000 يبقى الارصده ناقص اللي بيخص السنة تلعتلك ايه 11,000 ناقص الـ 12 تلعتلي المبلغ سالب 1000 والسالب مستحق طيب الخطوة التانية عندي هنا تأمين الحريك السنوي 40,000 السنوي هينزل زي ما هو رح تقولتله الاربعين نزل زي ما هي اطرح الارصده ناقص اللي بيخص السنة يبقى 38,000 ناقص الاربعين الف هيطلع لي المبلغ عندي سالب 2000 والسالب مستحق الاعلان قال لي لا الاعلان مقدم والمقدم يطرح رح تقولتله الاعلان عندي بـ 25,000 ناقص الاربع تلاف اللي هي المقدم هيطلع لي 21,000 وبما انه جايب للمقدم جاهز يبقى الاعلان المقدم بيساوي الاربع تلاف تنزل زي ما هي بعد كده ايراد العقار السنوي العقار السنوي السنوي بينزل زي ما هو رح تقولتله ايراد العقار السنوي هنزل المبلغ 70,000 زي ما هي بعد كده اطرح الارصدة ناقص اللي بيخص السنة فاقول له 75,000 ناقص اللي ما هو ايه ايراد العقار السنوي اللي هو السبعين هتطلع لي موجة بـ 5000 وده مقدم بعد كده ايراد الاوراق المالية المستحق طبعا المستحق يجمع رح تقولتله 7,500 زائد 2500 بتساوي المفروض 10,000 بعد كده هو جايب للمستحق جاهز يبقى الخطوة التانية جاهزة ايراد الاوراق المالية المستحقة بتساوي 2500 زي ما هي القوائم القوائم بقى قال لي قائمة الدخل بالنسبة للمصرفات والايرادات عبارة عن ارصد اللي هي يخصم منه ويضاف اليه يخصم منه مين قال المصرفات ويضاف اليه مين قال لي يضاف اليه الايرادات واحنا عندنا ثلاث مصرفات وارادية للمصرفات اللي عندي عندي اهو عندي الايجار خط اللي يخص السنة اللي هي الـ 12 عندي الاعلان خط اللي يخص السنة اللي هي الـ 21 خط تأمين الحريق اللي بيخص السنة 40 يبقى خط ما يخص السنة في قائمة الدخل يضاف اليه الايرادات اللي هي ايرادة العقار بـ 70,000 وارادة الأوراق المالية بعشر تلاف. يبتاني. أنا عندي المصرفات حطتها تحت يخصى منه والإيرادات تحت يضاف إليه. بعد كده قائمة المركز المالي. قال لي قائمة المركز المالي أن نسترجحها مع بعض تاني. عبارة عن أصول سبط. أراضي. مباني نقص المجمع بتاحها. آلات نقص المجمع بتاحها. أساس نقص المجمع بتاحها. سيارات نقص المجمع بتاحها. الأصول المتدولة. الخزينة. البنك. البضاعة. ما لهمش مخصصات. أوراق القبض اللي هي مخصص الأجر. الأوراق المالية اللي هي مخصص هبوط أسعار أوراق مالية في حالة لما تكون القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية. المدينون أو العملاء أو الزمم نقص مخصص ديون مشكوك فيها ومخصص الخصم المسموح بها. أرصدة مدينة أخر. إيه اللي بحطها في الأرصدة المدينة الأخرى؟ اللي أي مصروفات مقدمة وأي إيرادات مستحق. بعد كده حقوق الملكية. حقوق الملكية عبارة عن إيه؟ اللي حقوق الملكية عبارة عن رأس المال بجمع عليها صاف الربح أو أطرح منها صاف الخصارة ناقص المسحوبات. الالتزامات أو الخصوم اللي عليه عبارة عن الدائنون وأوراق الدفع والقرون. أرصدة دائنة أخرى. وده اللي بنتكلم عنه من النهاردة. اللي هي الأرصدة المدينة الأخرى والأرصدة الدائنة الأخرى. اللي هي أرصدة مدينة أي مصرفات مقدمة وأي إيرادات مستحقة. والأرصدة الدائنة الأخرى أي مصرفات مستحقة وأي إيرادات مقدمة. تعالوا نبص في السؤالينا في التمرين. قال لي إعلان مقدم لأننا بحط المصرفات المقدمة في أرصدة مدينة أخرى. إيراد أوراق مالية مستحق لأننا بحط هنا الإيرادات المستحق. طيب. أرصدة دائنة أخرى. قال لي الإيجار المستحق اللي هي المصرفات المستحق. تأمين الحريق المستحق اللي هي المصرفات المستحقة. وإيراد العقار المقدم لأن دي الإيرادات المقدمة. يبا من اللي بحطه تحت الأرصدة المدينة؟ قال لي أي مصروفات مدفوعة مقدمة وأي إيرادات لسة لية مستحقة عكسها في الأرصدة الدائنة الأخرى. أي إيرادات مقدمة وأي مصروفات لسة لية مستحقة. ودي قائمة المركز المالي وبكده سنة تانية نكون احنا انتهينا من جرد المصروفات والإيرادات وانتهينا من جرد الأصول السبتة في الحالات اللي فاتت والأصول المتدولة. وكده الأركان التلاتة بتوع جرد أو الوحدة بتاعت التسوية الجردية تعتبر انتهت. حلقة الجاية إن شاء الله هنكون فيه تمرين شامل اللي هي الأصول السبتة والأصول المتدولة والمصروفات والإيرادات أو الإسمية والوهمية. طبعا أتمنى أن أنا أكون وفقت في توصيل المعلومة. تمنيتي طبعا لكم بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.